السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ايمان من قناة وصفات ايمان في المضة لو لسه اول مرة تشوفي قناتي يريد تشترك فيها واتفعلي جرس الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة خفيفة وصفة غدا سريعة وسهلة وبسيطة وصفة النهاردة هي وصفة من وصفات المكارون البشاميل طبعا المكارون البشاميل الاصلية وعرفين ان هي بتتعمل باللحمة المفرومة النهاردة ان شاء الله لو ما عندكش لحمة مفرومة او ما عندكش صدور فراخ مفرومة هنعملها بالكبت والجوانس وحتطلع ان شاء الله جميلة احلى من اللحمة المفرومة كمان هتعملها وحتنجح معاك ويتجربها ان شاء الله وهتعجبك وصفة سهلة وخفيفة وكمان هنقولك ازاي تعملي البشاميل الخفيف من غير اي دهون خالص وكمان هنقولك البشاميل المزبوط لمجدار نص كيلو من المكارون جربي معايا ان شاء الله الوصفة دي وكملي الفيديو للاخر وهي هتعمليها ان شاء الله وهتجربها وحتنجح معك بس قبل ما نبدأ الفيديو صلى على رسول عليه افضل الصلاة والسلام نتابع الفيديو للاخر وما تنسيليش في اللايك اول حاجة هنسمي الله بسم الله معانا طاصة على النار فيها معلاجتين من الزيت او السمنة اللي متاع عندك والموجود عندك انا نزلت هنا بمعلاجتين من الزيت وعليهم بصلايا كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة طبعا كمية البصل بتتحكم فيه حسب انت بتحب البصل كتير في الاكل او لا هننزل عليهم طبعا قبل ما نشوحهم هننزل عليهم ب هنا عندي هنا كبد وجوانس بتاعة الفيديو هننزل عليهم بالجوانس الاول وندون تشويحها لانow عارفين طبعا الجوانس بتوصيها اكتر من الكبد اكتر من الكبد فهننزل بالجوانس لحد لما يشوحوا مع البصل مش هندون لون طبعا بس يح Yoda بنشوحهم بس عشان ايه يعني نسويهم اسرع من الكبد لو انت حبت تفروميهم في الكبه مفيش منا ولو حبت تعمليهم اه تديهم نص سلجة كده بنص سوا وتقطعهم شريح برضو عادي مفيش مشكلة بعد ما اتشوحهم واخدوا حوالي عشر دجاج مع البصل نزلنا عليهم بالكبد متقطعها كبت فراخ برضو متقطعها مكعبات صغيرة مش هنجلب كتير عشان الكبدة طبعا بتنهار بسرعة معانا اول ما تلاقي الكبدة اتماسكت مع بعضها كده اللي ببراحتك هنديهم تشويحة باجة مع بعض الكبدة والجوانس طبعا بيبطعمهم جميل في في المكرون البشاميل وتغيير طبعا عن اللحمة المفرومة وعن الفراخ المفروم هنتبق لهم دلوقتي نزلنا بنص معلجة كوزبرة نشفة نص معلجة فلفل اسود ونص معلجة كمون مكعب ملك الدجاج ووركتين من اللورة اي توابل طبعا حابة اضفية اضفية التوابل دي بتكون تابع رغبتك وتابع زوجك انت للتوابل وحبك للتوابل هتديهم تجلبة بسيطة وطبعا معلجة الملح اللي ما فيش غينة عنها زلنا بس بنص معلجة ملح عشان خاطر مكعب الملح اللي احنا حطينه طبعا بيكون في ملح انا هنا بدوب مكعب الملح طبعا خلاص اتشوحوا مع التوابل هننزل عليهم بطماطمية مفرومة او مبشورة ومعلجة الصلصة طبعا الطماطمية دي بمعلجة الصلصة بتديها طعم وبتديها لون برضا لو حابة تضيف طماطم اكتر من كده ضيف بس طبعا دي نسبة معجولة يعني لما بتسبك بتباني ان هي ايه ان هي نسبة معجولة اخر حاجة هنضيفها هي ربع معلجة من جسد الطيب ربع معلجة جسد الطيب ما بشور خلاص هنا الحشوة تجريبا خلصت معي ما بتاخدش ايه اكتر يعني من عشر دجاج وتكون استوت معاك اخر حاجة هننزل عليها بنص معلجة من التوم المفروغ خلصنا الحشوة بتاعتني هنسلك دراكة المكرون معايا مية مية على النار بتغلي هننزل عليها بنص كيلو مكرونة من المكرونة الجلة طبعا ما تحطيش زيت في مية سلجان المكرونة البشاميل عشان الزيت بيخلي المكرونة البشاميل تبقى سهلة معاك كده وانت بتقطعيها يعني بتخليها تفرفت معاك انما هي بتنحط معاها ملح بس حطنا المكرونة على جنب بتنسلك وحنعمل دلوقتي البشاميل البشاميل بيحتاج مقدار الزبدة مقدار الدجاج او السمنة مقدار الدجاج فحطينا حوالي معلجتين من الزبدة ومعلجة زيت كبيرة وهننزل عليهم بتلات معالج من الدجاج لو انت حابة تعملي البشاميل بتاعك من غير اي دهون هتحط لتر من الحليب طبعا لتر من الحليب ده مقدار لنص كيلو مكرونة جلان لو بتعملوا مكرونة اكتر من كده بتضعف كمية اللبن فهتحط كيلو من او لتر من اللبن في الخلاط وعليه تلات معالج من الدجاج كبار وهتضربيهم وهتنزل بهم في حلة على النار من غير اي دهون وهتجلبي تجليب مستمر لحد ما القوام يتمسك معك بكده هتكون عملتي بشاميل خفيف من غير اي دهون انما احنا النهاردة عاملينه البشاميل الاصلي اللي هو بالدجاج المتحمص في الزبدة فنزلنا بمعلجتين من الزبدة ومعلجة زيت وضيفنا عليهم اه وشوحناهم تشويحة لحد لما ريحة الدجاج طلعت ريحة الدجاج متحمصة كده طلعت نزلنا عليهم بلتر من الحليب خلاص وحنتبه له دلوقتي حطينا ربعة معالجة من جزء الطيب ربعة معالجة فلفل اسود نص معالجة ملح طبعا عشان هنحطه مكعب ملح اهو فنص معالجة ملح كفاية لان المكعب طبعا بيكون متملح وحندوي بكل التوابل دي في اللبن او في البشاميل لحد ما وحيفضل نجلب تجليب مستمر لحد لما القوام معايا يتجل ويكون معايا بشاميل طبعا هنا انا كان عندي الانبوبة خلصت فاشتغلت على البتجاز السخن ده عادي نفعني برضا هنا القوام ربط معايا انا بنحب بشاميل سايل كده مش مش تجيل جوي ولا خفيف جوا لان بتجيل جوا بيحسزك ان انت يعني بتاكل حاجة فهد جيج ياما كده وتحس ان هو معجن كده هنا المكارونة كانت استلمت فديتها رشة من الفلفل اسود طبعا رشة دي بتفرج في الطعم لو انت حب اضل فيها مش مش حبة خلاص بس بتفرج في الطعم بتلاقي اه كل مكارونية كده متغلفة بالفلفل اسود بيديدك طعم هناك حلو نزل عليهم بحوالي معلقتين كبار من البشاميل على المكارونة وحنجلبه ياخده بس طعم البشاميل مش اكتر معاي هنا جالب او صنية مستطيلة ممكن تعملها في صنية مدورة عادي اللي متاع عندك اللي متاع عندك اللي موجود عندك في البيت عملي بي هننزل بنص كمية البشاميل في جعر الصنية منتاع وطبعا هنوزاها في كل الصنية وهننزل عليه بنص كمية المكارونة اللي على فكر انا مرس اعلى ساعات برضو بنعملها بمكارونة من اللي هي الهلالية او المرمالية الصغيرة بتنفع برضو يعني لو انت مش موجود عندك مكارونة جرم وموجود عندك اي نوع مكارونة عملي بي نزلنا بنص كمية المكارونة وهنزل دلوقت بالحشوة اللي احنا عملناها حشوة الكبت والجوانس ان شاء الله مرة جاها احنا مانا معاكو باللحبة المفرومة ويحنا مانا معاكو بصدور الفراخ المفرومة هنشير ورق اللورة بس اللي احنا حطيناه وحنا خلاص خدنا النكهة منه مش عايزينه تاني وطبعا عشان لما نيجي نسحت الاكل ملاجيش ورق اللورة في الاكل هنوزع كده كل الحشوة على المكارونة في الصينية ويحننزل بس بعلاقتين برضو من البشاميل يدو طعم للحشوة مش اكتر هنزل بباجي كمية المكارونة لو انت حابة تحط المكارونة بحالها في الصينية وتحط الحشوة على الوج برضو برات لو حابة تعملها طبقتين كده زي زي كده برضو مفيش مشاكل نزلنا بباجي كمية المكارونة اللي معاني ويحنوزعها في الصينية كلها الجارب ده مجاس كبير يعني مجاس الجارب الوسطى مجاس يعني يحتبر حوالة 35 في 25 سنطة مش صغير ومش كبير جوه فنص كله مكارونة يعني يعني نفع معانا وبقى ايه الصينية كبيرة مش صغير فنص كل المكارونة مناسب للصينية دي هننزل بباجي البشاميل لو انت عايزة المكارونة بتاعتك البشاميل بتاعها هيكون اكتر من كده هتضعف كمية البشاميل هتحط اتنين لتر من الحليب او لتر ونص هتعملي مقدار ونص او مقدارين زي ما انت عايز انا بالنسبة لي المقدار ده او البشاميل ده كفاية حابة البشاميل يكون اكتر من كده ضعف كمية البشاميل هتحط ست معالج من الدجاج عليهم لترين من اللبن او اتنين لتر من اللبن وعليهم ست معالج زبدة او ست معالج زبدة على زيت. لو حب البشاميل بتاعك يكون اكتر من كده. اخر حاجة باجا وهي على الوش هنضيف بيضة على اخر معالجة بشاميل لفضلة معاني. هنضربهم مع بعض مع شوية مع رشة من الفلفل اسود. هنضربهم مع بعض وهنحطوه مع الوش. طبعا لللول مش اكتر. حبة تحط جبنة متزاللة حط. حبة تضيفي شوية زيت او زبدة على الوش بدل البيض حط برضي ضيفي. هو البيضة ضيفة بيديها لون بس مش اكتر. وطبعا الفلفل اسود بيجدع على اي زفرة للبيض على الوش. ما تخفيش مش هتكون زفرة معك. هنمسح بس الجوانب كده عشان ما تنحركش معانا في الفرن وهي هندخلها الفرن. على درجة حرارة 200 درجة حرارة عالية في الرف الوسطاني. هتاخد حوالي من 10 دقائق لربع ساعة. يامس كل حجم مستوية مجرد انها بس تاخد لون من فوقه من تحت وخلاص. وعن طلعها. دي شكل صريحة المقرنة بعد ما طلعت من الفرن. ما شاء الله. واخد لون اخد لون كويس. طول ما هي في الفرن حاولي تجلبيها اه مش بات حطهاش وخلاص. حاولي تجلبيها عشان تاخد لون موحد من كل الجنات. او من كل الجهات. عشان تطلع معاك لونها جميل كده ولونها متوزع في كل الاتجاهات. ما فيش لون اه احمر ولون فاتح. يبقى لونها كده كل كل الاتجاهات بحالة واخده نفس اللون. لو حابة تقطعها قطع متماسكة سيبيها لما تهدى خالص وتبرد خالص وبعد نقطعي. بس طبعا ما فيش احلم ان هي تتقطع وهي سخنة وتتاكل وهي سخنة طبعا بتكون جميلة. ما فيش احلم ان هي تكون سايحة ونيحة كده في البشاميل اللي بتكون طعمها احسن طبعا من هي ما تكون بردة. حابة تقطعها قطع مستقيمة او قطع متساوية يعني سيبيها لما تهدى خالص هتتقطع معاك قطع متساوية زي المقارنة بتاع الزمان. اما دلوقتي ما عادش حدا بيتجطحها كده. كله بيقولها هي سخنة كده. وبتكون البشاميل بتاعها سايح كده. اتمنى اتجربوا للمقارنة دي بالكبت والجوانس وتقولوا رأيكم. وان شاء الله المرة دي انا مانا معاكم باللحمة المفرومة وبالفراخ المفرومة. المقارنة البشاميل لهكذا طريقة. اتمنى تعملوها وتعجبكم. صلى على رسول عليه افضل الصلاة والسلام مع السلام.